الدرس الثاني هو أيضا المتباينات لكن بخطوتين مثل الوحدة السابقة عندما كان لدينا معادرات بخطوتين في هذا السؤال جمل لديه 40 دولار ليحجز تذاكرا كيف يقوم بحجز هذه التذاكرا أي أنه لكل تذكرة خمسة وبما أن المبلغ 40 فيجب أن يكون إجمالي أنه فقط أقل أو يساوي هذه الأربعين العشرة هي عضوية ثابتة لن تتغير والخمسة تدفع لكل X لكل عدد من الأشخاص أو لكل عدد من التذاكر في البداية طرحنا عشرة ثم قسمنا على خمسة في X less than or equal أصغر أو يساوي الستة فباستطاعته شراء ستة التذاكر أو أقل ستة خمسة أربعة ثلاثة اثنان صفر هذه عدد التذاكر الممكن شراءها هذا السؤال أيضا في البداية سيعيد الكتابة 88 أكبر أو يساوي نيجاتف 33 الآن أستخدم خاصية التوزيع 11 في X هي 11 X و11 في 8 ثمانية وثمانين لاحظوا نفس الخطوات تماما لدينا سالب 33 سأجمعها مع الثمانية وثمانين أي سأقوم بSimplify تبسيط وهي 55 ثم نتخلص من الconstant إطرى 55 فيبقى 11 X في اليمين وهنا 33 إشارة الإنكوليتي هي مثل لم تتغير تتغير فقط إذا قمت بالقسمة أو الضرب بعدد سالب X less than or equal 3 هذا هو الحل طبعا بالنسبة للغراف أو الرسم خط أعداد ضع هذه الأرقام يهمني العدد الثلاث بالتحديد ويكون لديه دائرة مضللة لأنه equal list than or equal وبما أنه أصغر إلى اليسار في هذه المسألة أيضا جاي يريد استعجال بعض الأدوات سيدفع 15 تدفع one time مرة واحدة واثنان لكل ساعة لكن بما أنه لديه 35 قيمة هذه المبالغ ستكون أقل أو تساوي 35 من المستحيل أن يدفع أكثر 15 عدد ثابت plus 2 bil H 2 لكل H ضربنا أو عفوا في البداية طرحنا 15 كلا الطرفين 35 ناقص 15 وعشرين أقسم على 2 فH وهي عدد ساعات أقل أو يساوي العشرة أي بإمكانه بهذا المبلغ استعجال الأدوات لعشر ساعات أو أقل السؤال الثاني لدينا الإخوة بيدرس باستيان ومانويل مجموع أعمارهم غريترذان أكبر من والدهم وهو بعمر الستين لكن كلا الثلاث أخوة يفصل بين كل واحد وواحد سنة واحدة فإذا كان الأول خمسة سنوات أثاني 6 والثالث سبعة لاحظوا خمسة ستة سبعة كمثال فإذا كان الأول X الثاني سيزيد بمقدار واحد فيكون X زاد واحد والثالث سيزيد بمقدار واحد فيصبح X زاد اثنان مثل خمسة ستة سبعة لكن هنا بالفاريبل X X زاد واحد X زاد اثنان ذسم المجموع لهم X و X زاد واحد و X زاد اثنان هو ذكر لي غريترذان فقط لا يوجد equal أكبر من سبتين نقوم بالتبسيط في البداية simplify X و X و X ثلاثة X واحد واثنان أيضا ثلاثة الآن نطرح ثلاث تخطوة أولى من كيلة الطرفين ثلاثة X أكبر من سبعة وخمسين نقسم على ثلاثة الخطوة الثانية X أكبر تماما من تسعتاش فبيدره سيكون أكبر من تسعتاش لأنه هو الـ X سباستيان أكثر من عشرين ومانوال سيكون أكثر أو أكبر من واحد وعشرين وهذا المثال أيضا الطوابع هنا تكلف 49 سد لكل طابع H لاحظوا H نستدل بها أنها عملية ضرب بالمتغيير الطرد كامل يكلف 7.65 لكن هي لديها عشرة فالتكلفة يجب أن لا تتجاوز هذا المبلغ 0.49 لأنها بالسنت مضربة بعدد طوابع X زاد القيم الثابعة 7.65 أقل أو يساوي عشرة طرحنا الـ constant فيبقى 0.49X أقل أو يساوي ثنان point 35 نقسم على الفاكتور 0.49 ننتبه هنا X طبعا استخدمت الآلة الحاسبة X less than or equal أو يساوي 4.79 تقريبا 79 كم عدد الطوابع التي تستطيع شراؤها فقط 4 أو أقل طبعا في هذه الحالة لا أستخدم التقريب أقريب للخمسة أنا أتحدث عن عدد عدد أشخاص على الطوابع فإذا كان لدينا جزء عشري لا أأخذه فقط أأخذ العدد الصحيح الأقل منه أما بقية المبلغ لا يستطيع من خلاله شراء الطوابع في هذا المثال اقرأ النص جيدا ناثانيال يريد حجز طاولة لأصدقائه الطاولة الواحد تكلف 100 دولار لكن هم كلهم أصدقاء فإذا هو سيأخذ طاولة واحدة فقط فهذا مبلغ ثابت 100 سيضيف عليه بلاس 40 لكل شخص من الممكن أن تحتوي هذه الطاولة على الشخصين خمسة عشر لا يهم ف40 مضغوبة بعدد الأشخاص وهي X لكن كلاه هذا القيمتين يجب أن تكون أقل من التكلفة الذي يريد انفاقها وهي 250 طلحنا 100 ثم نقسم على 40 مثل أي انكولتي أو إكويشن قمنا بحلها فX يكون أقل أو يساوي لس ذهن أو إيكول احسب هذا العدد 3.75 فإذا يستطيع أن يقوم بدعوة 3 أشخاص أو أقل لا يستطيع دعوة 4 0.75 لا أستطيع جلب إنسان كعدد عشرين هذه الأمثلة تحويل هذه النصوص إلى 5 times number 5x minus طريح 1 greater than or equal واضحة أكبر أو يساوي العدد المطلوب سأقوم بالحل إجمع 1 5x أكبر أو يساوي ثم نقسم على 5 عندما أقسم على عدد موجب أنا هنا قمت بالقسمة على موجب لا أغير الإشارة أعكس يمين إلى اليسار إذا قمت بالقسمة أو الضرب بسالب أعكس الإشارة لا يهم من النتج في الجهة الأخرى هنا 21 و 21 قريتا than فقط أكبر than the sum أكبر من مجموع فهناك عملية جمع بين حدين وهما 15 15 plus 2 times number 2 في أي عدد مجهول x في البداية أطرح العدد الثابت ف2x أقل من 6 أقسم على أثنان x أقل من 3 دائما لاحظوا أقرأ من المتغير من اليمين x أقل من 3 السؤال الثامن negative 9 greater than or equal أكبر أو يساوي the sum أيضا لدينا حدين هما 2 fifth times number فإذا 2 على 5 بعدد وال 7 طرحة 7 ثم لأتخلص من هذا الكسى أضرب بـ 5 على 2 طبعا سالب 9 ناقص 7 هي سالب 16 إذا ضربنا بعكس الكسى فيبقى y في اليمين أصغر أو يساوي هنا سالب 40 هذا هو الحل طبعا أنا أقوم بحل من دون رسم ألا رسم على خطة الأعداد بسيط السؤال التاسع number أي مجهول divide by 8 أكتب y mx لا يهم فنعيد number y divided by 8 مقسم على ثمانية minus 13 is greater فقط أكبر negative 6 إجمع هذا العدد خذه إلى الطرف الآخر فيصبح زائد 13 فy على ثمانية أكبر من موجب 7 لأن negative 6 plus 13 هي 7 نضرب بثمانية كل الجهتين ثمانية مع الثمانية فy أكبر من 56 هذا هو الحل السؤال التالي هنا السؤال 11 37 less than فقط أصغر من من the difference فوضعنا إشارة الطرح في البداية 7 and 10 times number 10 في أي مجهول السبع هي موجبة فنطرحها من 37 يبقى سالب 10 الآن هذه الخطوة عندما نقسم على سالب 10 تعكس إشارة الانيكوليتي فy أقل من سالب 3 سؤال 12 8 minus number divided by 3 فهذا العدد الذي هو مثلا y سأقسمه على 3 greater than or equal واضحة أكبر أو يساوي 11 في البداية دائما نحذف العدد الثابت هو موجب 8 إشارته في يساره دائما إذا أخذناه إلى اليمين يصبح ناقص 8 11 ناقص 8 ثلاث هنا يبقى سالب y على 3 نضرب بسالب 3 ليس هذا الثالث لأنني يجب أن أحذف الثلاث مع السالب ولأنني ضربت بسالب فعكسنا إشارة الانيكوليتي فy less or equal negative 9 بعد ذلك سنأخذ هذه الأسئلة لأن بقية التمارين نفس الفكرة سؤال 16 نحتاج الخطوة الأولى distribution خاصية التوزيع سالب 3 في 7 سالب 21 والسالب 3 في 3 سالب 9 سأقوم بجمع 21 لكي يكون الان كله في اليمين فهنا يبقى سالب 9 أقل من 27 ان الجمع أو الطريح لا نعكس الشرط الانيكوليتي فقط في القسمة والضرب الآن نقسم على 27 فإن أكبر من سالب 3 وسؤال 17 21 أكبر أو يساوي الثلاثة نضربها بالA والسالب 7 باستخدام خاصية التوزيع في يكون لدينا 21 نبدأ بالكتابة أكبر أو يساوي 3A ناقص 21 زاد 9 نقوم بسمبليفاي أو التبسيط سالب 21 وزاد 9 هي سالب 12 ثم نجمع 12 لأتخلص من هذا العدد فيبقى في اليمين 3A هي أقل أو يساوي 33 اقسم على العدد 3 فA أقل أو يساوي 11 دائما أفضل أن تقرأ من جهة الـ وبما أن الإشارة تتجه للـ 11 فإذن الـ A هي الأقل انتبه لسؤال 18 بكرة مختلفة تماما 2A زاد 4 الاثنان أضربها بالـ 3 والـ فـ 6 زاد 2Y خاصية التوزيع سأقوم بطلح 2Y من اليمين ومن اليساء طبعا هنا كلاهما متساوي إذا طرحنا سننوايه من هنا ومن هنا سيحدث كلا الطرفين فيبقى أربعة أكبر من 6 هنا أنتبه هل الأربعة هي أكبر من 6 بما أن هذه الجملة خاطئة حسابيا فإذن ليس لدينا حل عكس السؤال 19 تماما 3 في 2 و3 في B 6 ناقص 3B أقل 10 ناقص 3B زاد 18 لأن 3 في الـ B والـ 3 في 6 سالب 3B والسالب 3B حدفناها 6 أقل من 28 بما أنها جملة صحيحة فالحل هو جميع العداد الحقيقية All Real Number وفي السؤال 20 بطريقة مشابهة في البداية استخدمت التوزيع 2 ضرب T و2 في 3 هي 6 سأطرح T لكي تكون T كلها في اليمين سأأخذ هذه T أي طرحناها وبما أن 6 زاد 2 هي 8 سأطرح 8 من كلا الطرفين فيكون T في اليمين والأعداد في اليساء ففي اليمين يبقى T لأن 2T ناقص T وفي اليساء 7 ناقص 8 هي سالب 1 فT أكبر أو يساوي سالب 1 هنا 8A 2 في 1 2 2 في 5 ناقص 10A أقل أو يساوي 20 الأ في اليساء والأعداد في اليمين ف8A ناقص 10 هي سالب 2A الطرح 2 ف20 ناقص 2 هي موجب 18 نقسم على سالب 2 ولأنني قسمت على عدد سالب negative اعكس الإشارة A أكبر أو يساوي سالب 9 سنأخذ سؤال 23 بما أنه يحتوي عليك السور هذه التمارين كلها مشابهة ومن الممكن كتابة في التعليقات إذا كان لديك أي سؤال بما أنه لدينا مقام سأتخلص من المقام عن طريق الضرب بنفس المقام أي سأضرب بـ 6 طبعا أضرب من اليمين واليساء فحذفنا المقام 2X ناقص 4 في اليمين استخدم خاصية توزيع 6 في سالب 5 سالب 30X و6 في 2 هي 12 سأجعل الـ X في اليوم سال بما أن هذه الـ X سالبة فأجمع لها 30 أو أخذناها إلى الطرف الآخر 2X زائل 30X هي 32X هنا ناقص 4 أخذها إلى اليمين فيساوي 16 اقسم على 32 كل الطرفين X أكبر أو يساوي النصف